بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله نريد أن نتكلم عن اليوم بالنسبة للمسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نتكلم عن اليوم يعني كيف يحفظ المسلم في حول اليوم نعم المسلم يبدأ أول شيء يبدأ في يومه الصلاة يفتتح هذا اليوم بالصلاة يفتتح اليوم بالطاعة نعم من صلى يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة الذي يصلى الفجر في جماعة ماذا له؟ له وجوه كثيرة منها قال فهو في ذمة الله يعني من يحفظه؟ الله سبحانه وتعني أنت أحسن من أحسن الملوك نعم الصلاة والسلام الصلاة والسلام ومن الى الاستشابة بقية وفضل الكثيرين امن الى الاستشابة كمل سوال الله潤 بقية وموетсяً فضل النهاية كمل كله شديد ومو ls ليس جمع وماء وماء ويمكن زوجة الله. So the one who prays Salatul Jama'ah Fajr in the Masjid, who protects him? He is under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. And the one who is under the protection of Allah is better than all the kings. A person who stays awake at night and isn't early to his work, this person will always be a loser. He'll never be successful. لا يمكن أن يكون عندنا إنسان ناجح في حياته متفوق ويسهر. صح. هذا معروف. إذن الإنسان الناجح المتفوق هو الذي ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا. نعم. And it's known in life that a person who stays awake late at night and therefore does not wake up early will never be successful. The successful person, the one who advances and is better than others, it's known in life is a person who goes to sleep early and then wakes up early. نعم. عندنا ولله الحمد. العيد في الإسلام يبدأ بما هذا؟ بالسهر أو بالنجاح. بالنجاح بالفلاح في أول الوقت. نعم. بعد الفجر عندنا العيد. نعم. إذن نستقبل العيد بأول النهار بالتبكير لا بالسهر وتضيع الأوقات. نعم. For example, we have Eid. والحمد لله. And if you consider the Eid, when does the Eid prayer begin? You pray Fajr in the morning and then is Eid prayer delayed a long time or is Eid prayer prayed early? Eid prayer prayed early. And this means that we welcome the day of Eid with success. And that's by praying early instead of staying away late at night. لا يوجد عندنا عيد بدون أن تقرب قربان. لابد في كل عيد تتكافل مع الفقراء. لا تتركهم بلا عيد. يعيد أهل الإسلام كلهم. الغني مثل الفقير. نعم. إن أهل الإسلام كلهم. 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 الفقير يحب الغني. ولا يحقد عليه. إن أهل الإسلام كلهم. أهل الإسلام كلهم. حسناً. فماذا نصنع حتى نصلي الفجر في جماعة ماذا نصنع حتى نصلي الفجر في جماعة أولا تنام مبكرا firstly you have to go to sleep early لأن الذي يسهر فالغالب لا يستيقظ صلاة الفجر because the one who stays awake at night late at night in most cases does not wake up for Fajr secondly you have to supplicate to Allah دائمًا تدعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا Always supplicating to Allah oh my Lord make me from those people establishing their salah and also from my offspring oh Allah accept our salah。 توقف تضع المنبّح صاحب لابد أن تصاحب الصالحين لو تصاحب الصالحين لو تصاحب الإمام وتتغيب يقول أين أنت شيخ صلاة الفجر لماذا لم تأتي اليوم؟ نعم وأحسن شيء تجعل لك درس بعد الفجر حتى لو خمس دقائق تقول للإمام كل يوم نريد معك درس حتى تشجعنا وتحضرنا لصلاة الفجر نعم موجودا ، و another way of making sure you attend the fajr prayer in jamaعة is always being among the righteous people because the righteous people they will pull you towards their righteous actions and also if the imam has a lesson even if it's for a few minutes you request the imam to give you lesson a fajr time لأن هذا يجب أن تنسى الناس و تنسى الناس إلى تقرير إذن أهم شيء عندنا في أول اليوم صلاة الفجر ومهم أيضا مع الفجر سنة الفجر ركعتين قبل الفجر ومهم أهم شيء عندما تنسى الناس إلى تقرير سنة الفجر نعم حتى لو لم تدرك هذه الركعتين يصح أن تقضيها بعد الفجر يصح أن تقضيها بعد طلوع الشمس لا تترك أبدا لا في حضر ولا في سطر نعم عندكم غنيمة بارده غنيمة يعني أموال أشياء كثيرة تأتيك غن بدون ما تخسر شيء وبسهلة جدا بسهولة تأتيك نعم ما هي ونحن هنا في هذا المرحل لديك السلام عليكم أنت معنا ولا معك تعال عندي هنا وترك التليفون جزاك الله خير تعال عندنا تعال ونحن هنا في هذا المرحل لديك ونحن هنا في هذا المرحل لديك جزء لديك جزء النهار في وقت الشتاء قصير جدا عندكم تستطيع أن تصوم بكل راحة أحيانا النهار يكون من أربع ساعات إلى ست ساعات صحيح؟ أين نعم فانتستطيع السياح؟ وفي بعض المرحل لديك جزء لديك ساعات صحيح خلالة الأنماء صحيح لذلك فانتستطيع أن تصلي صلاة الظحة في العمل اتجاز العمل تستطيع أن تصلي صلاة الظحة وأقل الشئ ركعتات وكفر شئ ثمانا ركعت هذه الركعتين تكون ذكاة هذه المفاصلة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك نعم وفي هذه المنزلة يمكنك أيضًا أن يساعد صلاة الضحة وصلاة الضحة هو أيضًا 8 ركعات أو الوضع إلى 2 ركعات وعلى الله عليه وسلم قالت أن هذا الصلاة الضحة أن هذا الصلاة الضحة يبدو أن هذا الصلاة الضحة صلاة الضحة هو الصلاة الضحة يستمر صلاة الضحة إلى قبل الظحة تقريباً بربع ساعة وصلاة الضحة يتقريباً من الصلاة الضحة من الصلاة الضحة من الصلاة الضحة في 10-15 minutes نعم وصلاة الضحة في وقته ما يفعله؟ قبل الظهر سنة الظهر القبلية إما ركعتين أو أربع ركعتين ركعتين ويسلل ثم ركعتين ويسلل نعم and before praying صلاة الظهر you pray the sunnah of صلاة الظهر and the sunnah of صلاة الظهر is either 4 ركعت or 2 ركعت and even if you're praying 4 ركعت you pray 2 you make the sleep and then you pray 2 more ثم بعد الظهر ركعتين سنة الظهر البعدية and then also there are 2 sunnah prayers which a person prays after الظهر نعم إلى العصر يمكن أن تتنفل لله نفل مطلق ركعتين تصلي لله نعم and until عصر prayer and until عصر prayer a person is allowed to pray نفل praise if he wants as many نفل if a person wants to pray he can pray until عصر prayer لكن بعد العصر يمنع النفل but after صلاة العصر it's forbidden for us to pray نفل prayer نعم قبل المغرب قبل غروب الشمس تقول أذكار المساء and before صلاة المغرب before sunset a person says the أذكار of the evening من أهم هذه الأذكار and from the most important of these أذكار you say this ذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات and you say this three times أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق it said three times هذا الذكر لو قلت في أي مكان تنزل فيك لا يضرك شيء لا من الجن ولا من الإنس ولا من الحياة ولا من عقارب ولا من غير ذكر واحد ما يأخذ منك ربع دقيقة ممكن and this ذكر this one ذكر on its own even though it only takes a quarter of a minute this ذكر it protects you from any type of harm when you enter into any place من يعيد لي هذا الذكر so who can repeat for me this ذكر which we have just mentioned نعم الشكر أعوذ بكلمات الله أعوذ ذا ذا هكا ذا أعوذ 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 بكلمات الله التامات من شري ما خلق تمام الذال لابد نانطق على أعوذ تمام نعم نعم He said it correctly accept that the Thal has to be announced properly as a thal ثم تصل المغرب في وقت ثلاث ركعات مع الجماعة ثم ركعتين سنة المغرب ثم تصلي العشاء وبعد العشاء سنة العشاء ركعتين ثم العشاء سنة العشاء إذا تعلم أن فكره دائما تستيقظ قبل الفجر تجعل الوتر قبل الفجر وإذا تعلم أنك تنام من الفجر توتر قبل أن تنام نعم And if you know from your own self that you have strength and energy and you always wake up before the fajr prayer then you can pray your utr at the time just for fajr However if you know that you're not going to wake up before the fajr prayer then you pray the utr prayer before you go to sleep أهم الأذكار عند النوم ما هو أهم ذكر قبل النوم ما هو أهم ذكر قبل النوم سورة الكرسي آية الكرسي آية واحدة آية الكرسي نعم لو تقرأها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظاً ولا يقربك شيطان إلى الفجر يعني ملك يحرصك إلى الفجر من كل شيء بإذن الله أي وقت تقوم فيه في الليل تتقلب على الفراش مثلاً اذكر الله أشعر الله من فضلي and also at night if you're not able to sleep and you wake up or you're tossing and turning utilize that time in supplicating to Allah سبحانه وتعالى قبل الفجر تستيقب and then before فجر you wake up نعم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم before فجر you wake up and you seek refuge in Allah from الشيطان الرجيم وتقول أذكار الصباح and then you say the أذكار of the morning إذا نسيت الأذكار تقولها قبل الفجر قولها بعد الفجر المهم لا تترك الأذكار نعم and if a person forgot to say the أذكار of the morning before فجر then he says them after فجر the point is that we should not abandon these أذكار لابد أن يكون في يومك من القرآن and also each Muslim should have a dedicated portion of the Qur'an which they recite during their day لا يمر عليك يوم دون قراءة القرآن you should never pass by a day without the recitation of some of the Qur'an كيف تصنع and how do you do this تبحث عن شيخ you do this by looking for a شيخ a teacher أو معها تدرس في ولو عن بعد or a college even if it's an online distance based college حتى تلتزل كل يوم تقرأ and then you recite Qur'an to that شيخ or to that college and your شيخ will help you to improve the mistakes of your recitation so it's not possible for a Muslim to boycott the Qur'an or to abandon the Qur'an and it's not allowed for a Muslim or it's not possible for a Muslim that he lives towards the whole month or he lives throughout a whole month and he does not complete the Qur'an in that whole month and if somebody says but we're living in Britain but there are also people in Britain who finish the recitation of the Qur'an every three days and if you recite the Qur'an whilst you're riding whilst you're going whilst you're coming back whilst you're walking you'll be able to finish the Qur'an maybe within one month and these modern causes or means like the mobile phone for example you can utilize them to play apps which first recites an ayah of the Qur'an and then there is a pause and then you're allowed to recite that ayah and by this you're able to finish the Qur'an within a month and you will find yourself finishing the Qur'an reciting the Qur'an and you don't perceive that you've been reciting and is this easy or difficult is this easy or difficult for a person to choose an app or play the app in which the app recites and then you recite after it and you finish reciting the Qur'an and you don't even feel you've been reciting and a Muslim each day that he lives he should be increasing in righteous actions if a non-Muslim came to you and he accepted Islam what would you say to him if you will say to the new Muslim that as a Muslim you have to recite the Qur'an you have to learn the Qur'an but if that new Muslim said to you okay but do you do this and so we first have to do the righteous actions so then we become role models for the others are there any questions? من أذكار النوم آية الكرسي وصورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس نعم ويوجد عندنا أيضا برنامج تشغل برنامج الأذكار صح أذكار الصباح أذكار النوم يقرأ وأنت تقرأ بعد أسهل ما يكون and there are also apps which a person can use for memorizing the remembrances of the azkara of evening and night and for sleeping meaning the app plays and then you also recite and this is something which facilitates this for you أسهل ما يكون and this is easier than before نعم سؤال لا أجر نعم نعم if you miss your evening after one is there a later time you can make it up or is there a specific time if a person forgets to say the azkara of the morning and the evening he can say them whenever he remembers إذا نسيتا تقول بسم الله أول الطعام ماذا تقول for example if a person forgot to say بسم الله in the beginning of food what does he say وقت تتذكر تقول بسم الله أوله وآخره a person says as soon as he remembers بسم الله أوله وآخره لا تترك الأذكار but the point is that a person should not abandon the azkara الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام and also sending salutations upon the prophet صلى الله عليه وسلم مهم جدا تكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام and this is very important that a person increases in his صلاة and salam upon the prophet صلى الله والسلام and his family نعم 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 آخر ask sheikh sometimes when we pray with them before fajr or before fajr yeah sometimes I forget through qunots القنوط سنة القنوط في صلاة الوتر سنة القنوط in the fajr in the fajr prayer يعني مستحب القنوط في الوتر مو في الفجر اي في الوتر نعم سنة احيانا تفعلوا احيانا تتركوا نعم the qunots in the fajr prayer this is a سنة meaning it is something which is highly recommended and encouraged i sometimes you do it sometimes you don't do it نعم يقول انا من عادتي استيقظ قبل الفجر بنسب ساعة عوالله الحمد but if a person says الحمد الله i normally wake up i normally wake up half an hour before the witter or before fajr however one day Allah decreed and i ended up sleeping through the time استيقفت وقد اذن الفجر and i woke up and the adhan for fajr had already been given ماذا اصنع what should i do انا محافظ على الوتر and i'm diligent upon the slat of the we say to him that you make up your slat of the after afterwards after the sun has risen and how many ركعات should a person make up how much do you normally pray if you normally pray three ركعات of witter then you add another ركع to it and you make it as four اذا الوتر يقضى نعم السنة الراتب تقضى نعم الاذكار تقضى نعم لكن دون تفريق اذا قال هذا انا ما فرطت لكن هكذا حصل الحمد لله نعم تصلي السنة القبلية ثم صغة الفجر هذا اذا طلعت الشمس يقول مرة واحدة في حياتي ليس كل يوم لكن في العمل ما يغيب أبدا نعم إذا طلعت الشمس يصل للسنة خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق ان شاء الله يبتحق إليك رؤيه shaham we'll take a five minute break, which you can relax and you can look at your phones, then after five minutes he'll come back for their second session Naan